اشتركوا في القناة هل تعطون هرمون ذكورة لناس عندهم ضعف في الإنجاب؟ نوادي كلها غز وخذ طبعاً هم يخذونها حتى بجرعات عادية يخذون جرعات جنونية بالله هذه اشتركوا في القناة تضراني هنا انزحنا خذ نفكر بصوت علي ممكن يطلعنا شيء انتو عمرك ما استخدمت مخك الحين تبتفكر يصرخ مخك الحين يعني يسمعها لا لا تكتقولي اسمع الموضوع حين واضح وبحري انزحنا خلط فاين ممكن يطلع معانا شيء حين عميش تلطف الموضوع لايد واضح يطلع معاك يعني ازاي انا اقول لك عندي فكرة لا 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 مو عندي فكرة عندك شيء ساسرني وبعدها يصير خير دقيقة اصبر 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 اقول لك الاحنا لا 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 اخوين صوت كوايد صوت كوايد عالي وما ينفع ساسرني قتلك عشان نفسكم اضحك انتو منصجكم انا شرح اعرف انزح نمشون اطلع بره اقول لكم ان ارجح وان بشار اه بشار زي الناس انزح بالله عليك هذي فكرة انت فهمت الفكرة شنو؟ لا لان انت ما قلت ولا شيء اشحك اطلعنا بره اصلا والله ما ادري بس احنا طلعنا بره وردينا ما قلنا شي ترى والموضوع اليوم صج ديكاتر تفضلوا حسن حسن سؤالة في الدوانية والفتاوي الزايدة اللي فيها ما تخلص اذكر انت قلتلي قبل ان اطلع على الكاميرا قصة مريض ياك العيادة سويت العملية انا ما بحرق القصة ابيها يسمعونها منك حياك الله ابو حسن هذه القصة اصلها فترة بس انا اليوم استأذنك اليوم بث الحلقة راح احط pin على الانستجرام عشان تشوفون بالصور يعني واقعية القصة حلو لانها قصة يعني صراحة فيها من العبر الكثير اللي حصل ان هذا المريض وانا مستأذنة وكل شيء يعني المريض قبل لانه قال لي حط القصة عشان الناس تشوف شو نصيحة الدوانية شو نتسوي هذا المريض كان يعني في البداية قبل سنتين او ثلاث مسوي العملية في عملية القيلة المائية طيب القيلة المائية عبارة عن تجمع دموي في كيس الصفن فبعد العملية كانت العملية من افضل ما يكون فضل رب العالمين خلصتنا العملية وتوكع على البيت من نفس اليوم هي يسمون عمليات اليوم الواحد توكع على نفس اليوم بعد اسبوع شفتها في العيادة فكان الجرح من افضل ما يكون قلت لها ابو فلان وامورك طيبة ان شاء الله اشوفك بعد ثلاثة سبيل بس عشان تطمن على الجرح كان الجرح نظيف من افضل ما يكون طاب طاب بعد العملية تقريبا نقول فترة للشفاء كانت ممتازة الحمد الله بعد ثلاث بعد اعتقلين بالضبط عشرة ايام من الزيارة يالي بالعيادة قال لي دكتور الحقني عسى ما شربه فلان قال لي الجرح مبطل طبعا انا راح تشوفون الصور ان شاء الله اليوم بالانستجرام من زين قال لي الجرح مبطل والصديد بكل مكان انا صراحة ما اخذيت الامور بهذه السرعة ما توقعتي يلتهب الجرح بهذه السرعة قلت لها نشوفك لما فحصت الجرح فعلا الجرح مبطل على الاخر الصديد في كل مكان قاعد يطلع منه يعني من يعني الجرح هو مريض سكر انا ما اذكر التفاصيل صراحة اذا كان مريض سكر ولا لا لكن الجرح كان من اسوأ الجروح اللي شفته بعد العمليات انا سكت بصراحة فقلت له انت تحتاج تنظيف داخل العمليات صراحة الصديد اللي عندك عالي فالحين هو على الفراش فلما شفت الجرح قال لي دكتور قبل اللي نقوم قال لي اقول لك قصتي قلت له خير قال لي لما طلعت منك ذيك اليوم رحت الدوانية فلما قاعدت بالدوانية قال سؤاله مني سويت العملية اموري طيبة فواحد منهم طبيب الدوانية قال لي ابو فلان تاب الجرح يمشي بسرعة حط عليه مرة يقول وانا كل يوم احط عليه مرة مرة الصبح ومرة بالليل حط عليه مرة يقول الجرح يفرز فهذا حسب لي جزء من الاستشفاء فحسب لي جزء من الاستشفاء انك كل شوية يفرز الجرح يفرز 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 الى ان وصلي في جرح مبطل بالكامل بصديد من الحمد لله ان فضل الله الصيد لم يدخل للمناطق الحساسة داخل بحث ان كانت عملية كبيرة هذا المريض صار دخلت غرفة العمليات عملية استقصال الماء بعدين دخلت غرفة العمليات للتنظيف قعدت اسبوع الى عشر ايام على ما اذكر المضاد حيوي بالوريد بعدين دخلت عمليات مرة ثانية لاغلاق الجرح تخيل نصيحة الدوانية دخلت عمليات ثلاث مرات مرتين بعد العملية الصحيحة بالاضافة الى قاعدة في المستشفى لمدة شهر لو المرة زينة كان انت كتبتها بوصفة بالضبط بس يعني من البداية سواء لك عملية الماء يعني انت لو تشوف المرة زينة كانت كتبت المرة المرة مشكلة ستشوفها بكل مكان صدق بالعيون يضعون مرة بالجروح يضعون مرة كثير من الناس اللي عندهم تأخر في الانجاب يصاحبه نقص في هرمون الذكورة فيه يعتقد او بعض الدكات تصدق على طارق هذا الموضوع يعني يسووا دراسة في امريكا اللي هي تعتبر يعني من ام العلم يعني هنزين دزوا سيرفي حق طباء المسالك المولية لقو هل تعطون هرمون ذكورة هرمون ذكورة المسالك المولية غير متخصين بالذكورة سيرفي طبعا هو استبيان هل تعطون هرمون ذكورة لناس عندهم ضعف الانجاب هذا دكتور مسالك المولية هذا بالأي اي اي انه جمعية امريكية لقوا ما يقارب 20% يعطي هرمون ذكورة اللي ما رضى عندهم مشاكل نحن حرقنا الإجابة هو يزيد الطنبلة فما بالك بالشعب يعني بطيبة بدوانية بالضبط على طول يعني المهم نرجع للسؤال طبعا من الحسن وحد يعطي هرمون ذكورة؟ إنه هادي طبعا المدرب المدرب يشرخون نعقب الحلقة لا نخشها شوية حين السؤال هل فعلنا صحيح أن أعطي هرمون ذكورة مباشر حق إنسان عنده ضعف الحيوانات الثمنوية؟ الجواب غلط كبير إنه نعطي هرمون ذكورة مباشر لو نفرض هرمون ذكورة فيه عنده نزول نعطيه شيء يسمى محفز لهرمون الذكورة الهرمون الذكورة المباشر يقتل الحيوانات المنوية يقتل الإنتاج لذلك أنت عوّفته؟ أنا عوّفته بس وقفت الإنتاج فتعويض هرمون الذكورة حتى لو أوسطها دبلات لكن في المقابل أنا راح أوقف إنتاج الحيوانات الثمنوية نهائيا أوكي؟ البديل نعطي المحفزات لهرمون الذكورة ياما تكون عن طريق أحبوب ياما تكون عن طريق إضر محفزة لكن ليست هرمون ذكورة مباشر أحبوب لا يمكن أن تقوم بالمشاكل لذلك نجد أن يتعلم في الموضوع النوادي النوادي كله غز أخذ والمشرف العام كبيرهم المدرب يزعل المدرب إذا ورأيت وقلت براجع دكتور وراك يزعل أوه خليزعل أنت نصفط بالنادي بالمواقف أبر بالأرض صح كلامك والله مصيبة لا أنا مشكلة لأنني ينرفزني أكثر يبلي تحاليل يقل لي تحاليل المدرب يراجعهم يراجع الطبيب بس أنا مجرد أكلب التحاليل يبيها الطريقة أن يكتب لي تحاليل على اساس المدرب يراجعهم خليك تبليه المجسم هذا عمره 18 عمره 20 هو في عنفوانه متحمس يبي يجسم صح يبي يصير المصك قط ذنه عند واحد أو سلم عمره أو سلم صحته حق واحد يبي يقول للوضع أمان يغز هل صد أمان هذه من أكبر من المشاكل اللي دائما نشوفها في العيادة يعني شبه أسبوعيا أشوف أكثر من مريض يعني أنه كان في فترة من فترات حياته أخذ هرمونات ذكورة وطبعا كل ما تكثر الكورسات تكثر الأضرار شنو مشكلة هرمونات ذكورة مشكلة هرمونات ذكورة إنه إنما تأخذها في طرق طبعا هم يأخذون حتى بجرعات عادية يأخذون جرعات جنونية أوكي أساسي جسم فيأخذ بجرعات عالية جدا في البداية توقف الحيوانة الثمنوية حين أقول لك على شغلة الهرمونات الذكورة المباشرة مثل ما قلنا في البداية هو يأخذ إنتاج حيوانة الثمنوية شو يقول للمدرب ورح أقول لكم بكل صراحة يقول لك فلان كان يأخذ ويا لعيال ماذا تخاف صح فلان أخذوا ويا لعيال وفلان أخذوا ويا لعيال يمكن أن تكون ضحية أنت سلمت صحتك حق واحد ما فتح الصفحة في كتب الطب أوكي هذا الرقم واحد أثنين فإيه هي في البداية ممكن بعد لما يوقف الهرمون ممكن يرجع الوات الطبيعي لكن فيه احتمالية كدراسية دراسات العلمية فيه احتمالات أنه ما يرجع الانتاج نفس ما كان قبل الهرمون وفيه بيان فعلا الدراسة أنه فيه نسبة ما يرجع الانتاج أبدا أوكي فأنت لا تتكلم عن شيء بسيط هرمون الذكورة من غير وصفة أو من غير يعني نعطيه هرمون الذكورة علاجي وهو يأخذ بجرع جنونية على ساسي جسم وهو من ناس غير مختصة ولا تعرف التابع يقول أنه كان عرف التابع يعني شيء مستحيل هذا الرقم واحد رقم اثنين المشكلة أيضا ثانية أنه لما يأخذ هرمون الذكورة على أرقام عالية بعد فترة يتعود جسمه على هرمون الذكورة عالي فلما يتابعنا بعد ستة شهر من أوقف هرمون الذكورة إنت تسوي للتحليل تقول أمورك زينة هرمون الذكورة زين يقول بس أنا مو نفس قبل صح أنت مو نفس قبل لأن أنت جسمك عودت على هرمون الذكورة عالي مضطر أعطيك هرمون الذكورة طول حياتك بطرع علاجية عشان رجعك على اللفل اللي أنت عودت عليه كل هذا ليش عشان كان يجسم فترة من فترة حياته وصدك المدرب اللي قال له على ضمانتي بس يقول لك أنه ينظفه ويأخذ الكورس نظيف طبعا هو يقول لك أنا أخذيت الكورس وغلطتي ما أخذيت تنظيف لا حبيبي حتى لو أخذيت تنظيف ماكو مشكلة التنظيف حتى لو تروح للغدد الصماء اللي هم اختصاصيين للغدد والأمر هذه كل هذا كلام نوادي أنا أنظف بعد الكورس ومعرف أي شو الأمر هذه نكمل في الإنجاب لا فالرسالة أأكد عليها ما برد تبدوك ما برد تشابي والله يعني الطبيب اللي قاعد يصرف لك هرمون درس لب بعدها درس تخصص خمس سنين بعدها درس ثلاث سنين تخصص دقيق عشان يقدر يضبط فرز الهرمونات أو يضبط صرف الهرمونات أيك واحد قاعد حاطيه العليل بالنادي يقول لك أخذ الجرعة هذه وأنا نظف لك بعدها يعني أنت سلم صحتك أنت تخيل قاعد تسلم صحتك عقبا تكلم بهرمونات وضررها المباشر على صحة الشباب في موضوع النجاب نبين تكلم عن موضوع وائد نسمع بالدواوين قد تكون معلومة صحيحة وتصلح لياها أنت الأخبر هل العسل يزيد من خصوبة الرجل؟ بالنسبة للعسل لو أن العسل مو شي عظيم كان مان ذكرت سورة النحل في القرآن ولا ذكرت آية يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس أوكي الناس خدت فيه شفاء للناس وقعدت تستغلها استغلال في كل الطب يعني بس ما جاء فيها سؤالي بك جاء فيها سؤالي يعني يعني فيه شفاء للناس العسل هل هو يؤدي إلى تحسين خصوبة الرجل؟ نعم في بعض الدراسات بيانت أن العسل الطبيعي ممكن يعدل جزء من حركة الحيوانات المنوية أوكي يعني يعدل جزء من الخصوبة لكن الدراسات عليها مقوية شيء اللي قاعد يحصل للحين يقول له كان عندي عسل يعني هذا صحك صحة الرجل عسل يزيد الحيوانات المنوية كل استغلال اللي فيه شفاء للناس أوكي هذا العسل دائما أنا أقول حق مرضاي إذا العسل ممصدق من وزارة التجارة واحد من اثنين يوم تأخذ علاجي يوم تأخذ العسل لأن أدري أمية بالأمية أن العسل مخلوط مستحيل أحد يأخذ عسل وراسي عوره هذا مخلوط مع منشط مستحيل أحد يأخذ عسل وأشوف هرمون ذكوره مشلع وهرمونات المحفزة مشلع هذا مخلوط أنا أدري مخلوط بشنو بس معارف الجرعة اللي مخلط فيها بالضبط هنزين هو أخذ السيدة فكت يعني الحب اللي تسوي صداع أخذها وصداع مخلوطة بالعسل فأنا أدري أنه مخلوط بشنو أي مادة علمية بس معارف الجرعة شكثرة حطين شكثرة حط هنزين فلما يلي فالمرضاء يكونوا يوم صريح تأخذ عسل لا تأخذ دواي ليش هسأل لا يصبح الأوردوز عليك آها أوكي لأن نحط عليه مادة وان نحط عليه مادة بدلا تستوصلنا مثلا نبيل ثلاثين يوصل ستين بدلا نعالج بدلا ندخل برحلة العلاج ندخل برحلة المضاعفات فلو نقول للمريض تأخذ عسل بيور عادي بيور عادي طبعا مصدق مزارة التجارة معتمد مراجعين يبعافي عليك إن شاء الله منها فايدة بإذن الله أما عسل الإنجاب وعسل الخصوبة وعسل الفحولة هذا كلها كلام تجاري كلها كلام يعني خل الموضوع المصدق مزارة التجارة ما بيأتكلم فيه لأن أكيد مراجع أكلمك على الإنباع بالحوايين أو الأعشاب الأمور هذي كلها لأن العسل دائما يكون هذا مخلوط يعني أكاد أجزم بل أحلف أنه مخلوط مع شنو بالضبط هل يعتبر بطلع شوية هل يعتبر تجميد الحيوانات المنوية حالة طرق تجميد الحيوانات المنوية هي عبارة عن وضع الحيوانات المنوية في بنك اسمه بنك الحيوانات المنوية شنو هذا البنك هذا البنك نخزن الحيوانات المنوية فيه هذا الحيوان المنوي نقدر نجمده لمدة 30 سنة 40 سنة ما منه أي ضرر هي مجرد مكان نحفظ فيه الحيوانات المنوية ونفتش التثليج هو عبارة عن مجمد يصير مثلا عليه مبرد وبعدين نفتش التثليج ويقدر نخص فيه البيضات نعتبر حالة طارئة نحن لا نعتبره من الطوارئ لكن نعتبره أحيانا الشغلة جدا مهمة خصوصا اللي بيأخذ علاج كيميائي هذا نقوله على الطول قبل العلاج لازم تأخذ لازم تجمد حيوانات المنوية لان في نسبة كبيرة لان الحيوانات المنوية تموت لازم تجمد ناس عندهم حيوانات المنوية حيالة ضعيفة 2 مليون 3 مليون هذا نقوله جمد ليش لانه ممكن مع الوقت توصل لي الصفر فنضطر نفتح جهاز التناسي اللي عندك هنزين أساس نستخرج حيوانات المنوية فهذا ذخر للدنيا نخليه سيفتي باكب سيفتي باكب بالضبط فهي مو عملية طوارئ إلا باستثناء إذا كان عنده يبيأخذ كيموثر بباتشر نقوله يا هذا عملية طوارئ مو عمل يعفون إجراء طارئ انه بيعطي حيوانات المنوية ويخزنها لكن أحيانا يكون إجراء جدا مهم حق موضوع الخصوبة قبل الله نختم في معلومة تقرقع بقلبك والله في مقولة دائما مشهورة يقول لك اسأل مجرب ولا تسأل طبيب صح هذا من التراث الغير حسن نقول الغير حسن لمجرب كله بالعيد احنا نقول دائما ابعد عن مجرب واسأل طبيب لأن هذا الطبيب اللي تعب على نفسه ودرس هو أكيد بإذن الله يعني بيصب جهوده لمصلحتك وخدمتك بإذن الله مشكور يا بالعزيز حلقة جدا ثرية معلومات وايد مهمة وإن شاء الله نكون عدلنا ومثل ما هو هدف البرنامج عدلنا بعض المعلومات المغلوطة والغير صحيحة في مجتمعنا لتندار دائما بالدوانية الله يبقى يزاك الله خير يزاك الله خير راح صرت عند صديق لي سمع معلومة من زميلة وشخص في الدوانية على أساس أن زوجتها اتصلت عليه قالت لأن بنتك عندها حرارة فقال أسرع شيء على أساس الحرارة تروح خذ المضاد الحيوي فأخذ المضاد الحيوي من غير فحص طبيب على أساس أن خافض حرارة ومضاد حيوي الأمور تكون تماما ترجمة نانسي قنقر